تحياتي ليك مرة تانية هلو هلو سامعني ايه سامح حضرتك بشكرك وبحييك انا اللي بشكر حضرتك جدا على الكلام الجميل حرق بتقوله ده وحرق قيمة كبيرة انا بشكرك جدا ويعني الحقيقة عاجز لساني عن الرد يعني لكن الحقيقة اشرح لنا الفكرة يا تامر ببساطة كده والله ببساطة شديدة طبعا وزارة الثقافة وزارة معنية بتحقيف الناس وبزيادة وعيوهم وايضا بالترفيع عنهم من خلال الفرق بتاعتنا فعلا فرق على مستوى احترافي عالي جدا من خلال الثقات الابداعية اللي عندنا سواء في الفنون الشعبية او في الموسيقى او في الفنون التشكيلية او في التمثيل او في البنية التحتية اللي عندنا كوزارة وكهيئة الفنون الثقافة اللي موجودة زي الاسعاب وزي اقسام الشرطة موجودة في كل ربوع مصر هتجد اصر ثقافة في كل محافظة مصر هتجد اصر ثقافة والحقيقة ان احنا كمصريين وانا قبل بس ما اقول حتة بتاعت ان احنا كمصريين دي عايزة اتوجه بخالص الشوق وخالص التهنئة معالي الوزير الدكتور احمد فؤاد هنو لان اول تصريح الوزير يقوله يقولك الهوية المصرية كان معانا هنا على فكرة هنا هو المعانا الجملة دي كانت هنا في مداخلة الهوية المصرية صحيح والحقيقة انا شرفت ان انا القى طبعا داخل الوزارة ان نروح تبريكله وشفته من ثلاثة ايام بالظبط واحنا فيه مع حرم السيد رئيس خربيا فيه ادارة الاوبرا المصرية نعم وكنت فخور يعني فعلا فخور ان هذا الرجل هو وزير ثقافة مصر الماني انجليزي ثقافة body language الحقيقة يعني فخور ان انا احب ان اوظفي هذه المنظومة اللي على رأسها معالي الوزير الدكتور احمد فؤاد هلو اللي تكلم عن الهوية المصرية نعم العرض باختصار شديد هو عرض مصرحي اسمه نستالجيا ثمانين تسعين نستالجيا ثمانين تسعين ده نستالجيا 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 الحنين الى الماضي الحنين للماضي راجل بيقوم بدوره زمن الفنان خالب محروس وهو احد اعضاء فرقة التامر التابعة للادارة المركزية للشغول الفنية تعليه ضغوط في الحياة ومراته عاوزة قسل شليه وابنه عاوز ما عرفش ايه وبنته عاوزة تتجوز ايه والحرز ايه بيقول لا انا كنت انا ايه اللي خلاني كبير يعني انا كنت باحلم زمانه انا صغير ان انا بقى كبير اديك كبير اديك بقيت في قسل انا كنت متحمي فبوي ومتحمي فمي وكات اليام جميلة ولا عولمة ولا امراض ولا 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 وبيخش ينام بيخش ينام بيستحضر داخل حلمه اجمل اللقطات يا تامر اللي انا عجبني المسرح كامل عدد والناس بتحييك جامد وبتحييك كمان الشباب الشباب الموهوب الحمد لله هو العرض عمل نقلة داخل يعني لم يحدث ذلك فيه استقافة الجماهيرية منذ زمن ان حرارة تعرض على مصرح التامر الكائن في اهم موقع في مصر اللي هو شارع النيل بالعجوزة جمهور يبقى بهذا الشكل وجميع الامات وجميع الفئات الثقافية تكون موجودة ده دورنا ان احنا نعمله جوه وزار الثقافة وجوه هذه السورة الثقافة تستحضر روح عادل امام هذا العظيم تستحضر تستحضر أسامة ونور عكاشة واحد حامد تستحضر نبيل عبيت تستحضر رايد اوسكينا تستحضر محمد صبحي تستحضر عمر دياب تستحضر محمد مني فؤاد المهندس ويكار احمد زاكي شادية سهير البابلي كل ده المجموعة اللي موجودة ممثلين اكتر من موهوبين كلهم نجوم كبار جدا وان كانوا غير معروفين لدى كثير من الجمهور لكن اثبتوا نفسهم والسوكسيهات اكبر دليل على ده المكير العظيم اللي معنا برضو دمنا في وزار الثقافة المكير اسلام عباس الفرق الفنون الفعبية اللي موجودة من فورسعيد من اسكندرية من رود الفرق من سهاج بما ان انا متكلم حاضرتها كبارده شرف باندم من سهاج بيقدموا اكتشاف يعني تقدر بتقول اكتشاف كمان مواهب في المحافظات دول فرقنا اللي مش متنور عليهم فتأك وفقت ان العرض الجمهور اللي برا الصالة اكتر من لجوه الصالة يعني فورسعيد الامن انا اخر عرض استثمالية البوليس مخرجني من المسرح من الناس تلمت علي مخرجيني في بوكس شورت الناس ملمومة وعاوزة استور وعاوزة للعرض تاني بولسعيد لم يحدث من قبل ان عرض يخلص يبدأ تسعى يخلص عشرة ونص اوفاجأ ان الامن بيقول لي في برا قد اللي جوه المسرح ارجوك اتصرف عيد لنا العرض يا اما تعرف بكرة والتلو انا ما عنديش ميزانية ان انا اعمل اقامة وعاشها ولازم نرجع القاهرة احنا بندوح في اليوم الظهر ننصب الديكور برشنهانس محمد جابل ينصب لنا الديكور وينصب الشيخات لان احنا شغالين بنظام حديث جدا وبنقول للعالم كله زر ثقافة قادرة على المنافسة قادرة على انها تعمل تكنولوجيا حديثة وتشكل جديد بتاع المسرح فاضطر ان انا اعرض عرض تاني استغذنت الممثلين تقدروا تعملوا عرض تاني قالوا لي عملنا عرض تاني بعد ما خلصتوا نقاطر في تقلي بالدنيا نيجي القاهرة تاني نعمل في التلالي ما حصلوش كلهم قرش شايف كده وبتعبد الصور والمفترض ان احنا رايحين العالمين بناء على البروتوكول المبرم بين وزارة الفتاة المصرية وشركة المتحدة الخدمات الاعلامية وشركة عظيمة بتمثل مصر طبعا والقوة الناعمة اللي احنا صحيح نحسوا بيها بنعمل المفروض في اتفاق على اننا نعمل في سيتي كلاب المشروع الجديد اللي بيعملوه مع وزارة الشباب والرياضة فانا فخور ان وزارة الثقافة تكون هي المحتوى الكونتينت بتاع الاكاية اجاي من وزارة الثقافة ومصرحية نجحة انها تتعارض في شبين القوم وإلى آخره وده الدور الحقيقي اللي المفروض هي تأثير الثقافة تكون بتعمله لان هي تأثير الثقافة اي ما على انها تمام اسمها الثقافة الجامهرية اهمد استاذ عبدالدين وحبة والدكتور ساميس سرحان والدكتور فوزي فهم احنا استحضرنا الفن بتاعنا الجامد او يا استاذ احنا احنا عندنا مخزون فني وهوية مصرية حقيقية اتردنا عليها انا وانت وجيل وجيلنا الجيلنا كله الغريب ان حركة ما تشوف الصور هتجد اطفال وبنات صغيرة وشباب صغير مبهور انه شايف احمد زكي مبهور انه شايف عزي الامام بيضحك مع السهير البابلي اللي معايا عملوا اللي عليهم وزيادة في انهم يبقوا بهذا الشك واحنا عملنا اللي علينا كهيئة